قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ربيعة بن كعب الأسلامي قال كنت أنام في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه إذا قام من الليل يصلي يقول الحمد لله رب العالمين الهوية قال ثم يقول سبحان الله العظيم وبحمده الهوية قال حدثنا عبد الملك بن عمر قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال حدثني ربيعة بن كعب الأسلامي قال كنت أبيت عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيه وضوءه فأسمعه بعد هوي من الليل يقول سمع الله لمن حمده وأسمعه بعد هوي من الليل يقول الحمد لله رب العالمين قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ربيعة بن كعب الأسلامي قال كنت أبيت عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيه وضوءه فأسمعه بعد هوي من الليل يقول سمع الله لمن حمده والهوي من الليل يقول الحمد لله رب العالمين قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا المبارك يعني ابن فضالة قال حدثنا أبو عمران الجوني عن ربيعة الأسلامي قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ربيعة ألا تزوج قال قلت والله يا رسول الله ما أريد أن أتزوج ما عندي ما يقيم المرأة وما أحب أن يشغلني عنك شيء فأعرض عني فخدمته ما خدمته فقال يا ربيعة ألا تزوج فقلت ما أريد أن أتزوج ما عندي ما يقيم المرأة وما أحب أن يشغلني عنك شيء فأعرض عني ثم رجعت إلى نفسي فقلت والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما يصلحني في الدنيا والآخرة أعلم مني والله لأن قال تزوج لا أقول أن نعم نعم يا رسول الله مرني بما شئت قال فقال يا ربيعة ألا تزوج فقلت بلى مرني بما شئت قال انطلق إلى آل فلاء حي من الأنصار وكان فيهم تراخ عن النبي صلى الله عليه وسلم فقل لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم يأمركم أن تزوجون فلانة لامرأة منهم فذهبت فقلت لهم أن رسول الله أرسلني إليكم يأمركم أن تزوجون فلانة فقالوا مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يرجع رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحاجته فزوجوني وأطفوني وما سألوني البينة فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا فقال لي ما لك لك يا ربيعة فقلت يا رسول الله أتيت قوما كراما فزوجوني وأكراموني وأطفوني وما سألوني بينة وليس عندي صداق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريدة الأسلامي أجمعوا له وزنانوة من ذهب قال فجمعوا لي وزنانوة من ذهب فأخذت ما جمعوا لي فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهب بهذا إليهم فقل هذا صداقها فأتيتهم فقلت هذا صداقها فرضوه وقابلوه وقالوا كثير طيب قالا ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حزينا فقال يا ربيعة ما لك حزين فقلت يا رسول الله ما رأيت قوما أكرم منهم رضوا بما أتيتهم وأحسنوا وقالوا كثيرا طيبا وليس عندي ما أولم قالا قال يا بريدة اجمعوا له شاتا قال فجمعوا لي كبشا عظيما سمينا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب إلى عائشة فقل لها فلتبعث بالمكتل الذي فيه الطعام قال فأتيتها فقلت لها ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هذا المكتل فيه تسع أصع شعير لا والله إن أصبح لنا طعام غيره خذه فأخذته فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته ما قالت عائشة فقال اذهب بهذا إليهم فقل ليصبح هذا عندكم خبزا فذهبت إليهم وذهبت بالكبش ومعي أناس من أسلم فقال ليصبح هذا عندكم خبزا وهذا طبيخا فقالوا أما الخبز فسنكفيكم أما الكبش فاكفونا أنتم فأخذنا الكبشة الكبشة أنا وأناس من أسلم فذبحناه وسلخناه وطبخناه فأصبح عندنا خبز ولحم فأولمت وداعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني أرضا وأعطاني أبو بكر أرضا وجاءت الدنيا فاختلفنا في عذق نخلة فقلت أنا هي في حد وقال أبو بكر هي في حد فكان بيني وبين أبي بكر كلام فقال أبو بكر كلمة كرهها ونديم فقال لي يا ربيعة رد علي مثلها حتى تكون قصاصا قال قلت لا أفعل فقال أبو بكر لتقولن أو لا أستعدي أن عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما أنا بفاعل إن قال ورفض الأرض وانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانطلقت أتله فجاء ناس من أسلم فقالوا لرحم الله أبو بكر في أي شيء يستعد عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قال لك ما قال فقلت أتدرون ما هذا هذا أبو بكر الصديق هذا ثانية اثنين وهذا ذو شيبة المسلمين إياكم لا يتفت فيراكم تنصروني عليه فيغضب فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه فيغضب الله عز وجل لغضبه ما فيهلك ربيعة قالوا ما تأمرنا قال ارجعوا قال فانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبعته وحدي حتى آتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه الحديثة كما كان فرفع إلي رأسه فقال يا ربيعة ملاك وللصديق قلت يا رسول الله كان كذا كان كذا قال لي كلمة كرهها فقال لي قل قل كما قلت حتى يكون قصاصا فأبيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل فلا ترد عليه ولكن قل غفر الله لك يا أبا بكر فقلت غفر الله لك يا أبا بكر قال الحسن فولى أبو بكر رضي الله عنه وهو يبكي قال حدثنا أبو اليماني قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمر بن عطاء عن نعيمين المجمري عن ربيعة بن كعب قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سني أعطك قلت يا رسول الله أنظرني أنظر في أمري قال فأنظر في أمرك قال فنظرت فقلت إن أمر الدنيا يمقطع فلا أرى شيئا خيرا من شيء أخذه لنفسي لآخرة فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما حاجتك فقلت يا رسول الله أشفع لي إلى ربك عز وجل فليعتقني من النار فقال من أمرك به هذا فقلت لا والله يا رسول الله ما أمرني به أحد ولكني نظرت في أمري فرأيت أن الدنيا زائلة من أهلها فأحببت أن أخذ لآخرتي قال فأعني على نفسك بكثرة سجودي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبني إسحاق قال حدثني محمد بن عمر بن عطاء عن نعيمين المجمري عن ربي عطاء بن كعب قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع حتى يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته أقول لعلها أن تحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة فما أزال أسمعه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله وبحمده حتى أمل فأرجع أو تغلبني عيني فأرقد قال فقال لي يوما لما يرى من خفتي له وخدمتي إياه سني يا ربيعة أعطك قال فقلت أنظر في أمري يا رسول الله ثم أعلم كذلك قال ففكرت في نفسي فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة وأن لي فيها رزقا سيكفيني ويأتيني قال فقلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرة فإنه من الله عز وجل بالمنزل الذي هو به قال فجئت فقال ما فعلت يا ربيعة قال فقلت نعم يا رسول الله أسألك أن تشفع لي إلى ربك فيعتقني من النار قال فقال من أمرك بهذا يا ربيعة قال فقلت لا والله الذي بعثك بالحق ما أمرني به أحد ولكنك لما قلت سني أعطك وكنت من الله بالمنزل الذي أنت به نظرت في أمري وعرفت أن الدنيا منقطعة وزائلة وأن لي فيها رزقا سيأتيني فقلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي قال فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا ثم قال لي أني فاعل فأعني على نفسك بكثرة السجود